السلام عليكم متابعي قناة توب تين عرب في حلقة جديدة كثيرة هي قصص الرعب في هذا الزمن خاصة مع وجود الانترنت الذي سعد في نشرها من مكان لآخر بل وتطوير القصص بزيادة أمور إضافية لحبكتها حتى تصبح أكثر خافة مما كانت عليه كما ساهمت كذلك في نشر قصص حقيقية ربما كانت السبب في استعداد دول لتعامل معها في هذه الحلقة نشارككم عشر قصص حديثة انتشرت على الشبكة العنكبوتية تقبل التصديق كما تقبل التكذيب ولكم أنتما تشاركونا أراءكم حول كل قصة وموقفكم منها تابعونا في المرتبة العاشرة بوابة العقل إن شاهدت الفيلم الفرنسي مارتيرز فقد تفهم جيدا هذه القصة أما إن لم تشاهده بعد فلا تفعل وجدت هذه القصة طريقها للشهرة سنة 2013 وتفاصيلها كالتالي سنة 1983 أراد مجموعة من الباحثين معرفة إمكانية القدر على التواصل مع كائن أعلى من البشر غير أنهم يعتبروا طريق الأنسب لبلوغ هذه الغية تمر عبر حرمان الشخص من حواسه ليجد هؤلاء العلماء ضالتهم في شخص لم يعود يرى لحياته ضرورة بعدما توفيت زوجته وبعد إنهاء العملية التي حرمته من حواسه انتهى به المطاف غير قادر على النطق ولا مالكا لحاسة السمع ولا الإبصار كان يحاول أن يصرخ بأعلى صوته دون أن يستطيع سماع صراخه ومع تتالي الأيام رقبه العلماء المسؤولون عن تجربة يأتي بأفعال غريبة بدت كأنه يتحدث مع زوجته الميتة ومجموعة من أقربائه وأصدقائه الميتين ولم يكن هذا كل شيء هل تنتظرون أن نخبركم بالتتمة؟ لن نفعل بل سنترككم تبحثون عنها في المرتبة التاسعة برنامج كاندل كوف عاد البرنامج للوجه بعد أن شهد نقاشا حوله بين مجموعة من المستخدمين بدأ أحدهم بالسؤال عن من يتذكره قبل أن يصبح فرصة لتساؤل كيف أمكن متابعته بكل محتوى من صور وشخصيات مخيفة كصارق الجلود فما حقيقة البرنامج يترى وكيف أمكن عرضه على الأطفال الصغار ولماذا نسيه شباب اليوم ممن شاهدوه في طفولتهم كل هذه الأسئلة قد يكون الجواب عليها منوطا بمشاهدة البرنامج ولمن أراد ذلك فسيجدها على اليوتيوب في المرتبة التامنة لا نوم ممكن سنة 2014 حاضية موضوع جرى نشروه على موقع ريديت باهتمام كبير حمل عنوان لا نوم ممكن ونشر الموضوع اسمه إيثان حول من خلاله تعريف ما يحدث معه وحساب فتاة عرفها قبل موتها اسمها إيميلي في محاولة من لإبقائه ذكرها حية يقوم إيثان بالتفاعل مع منشورتها قبل وفاتها والتي نشرتها على الفيسبوك أثناء حياتها لكن غربة القصة ستبدأ فور بداية تواصله بإجابات على تعليقات مختلفة بل ورسائله فمرة أجابته بأنها تشعر بالبرد وأنها لا تشعر برجليها وكأنها تحيل إلى كونهما سحقت أثناء حدث السير الذي تعرضت له إن كنتم تحبون قصص الرعب فبإمكانكم الاطلاع على القصة كاملة لعلكم تكتشفون شيئا لم ينتبه له أحد قبلا في المرتبة السابعة لعبة قناع ما جورا جهاز ألعاب نينتاندو 64 لديه مكانة خاصة لدى الجيل السابق بشكله وألعابه لكن ماذا لو انقلبت هذه الألعاب لصحبها هذا ما حدث مع مستخدم اليوتيوب أليكس آول والمعروف أيضا بديديو سيبل فقد أرد استعادة ذكريات طفولته فقام بشراء لعبة قناع ما جورا من عند بائع كبير العمر يظهر وكأنه أردت تخلص منها سريعا وفور تشغيله لها بعد عودته لبيته وجد جلسة لعب مفتوحة بإسم بين بدأ يلعبها ليدرك بعدها أن الأمر لا يتعلق بلعبة عادية فقد بدأت رسائل مخيفة تظهر له على الشاشة من قبيل صادفت مصيرا سيئا صح؟ لم يكن عليك القيام بذلك وهو ما يجعلنا نتسائل هل من الممكن أن يكون بين قد انتقل بطريقة مائلة لعبة وما مصيره بعد ذلك في المرتبة السادسة الرجل المبتسم ظهرت هذه القصة أول مرة على موقع ريديت عندما نشر أحد الأشخاص قصة مخيفة حدثت معه وتفصيلها كما يلي خرج ذات ليلة من بيته في مدينة سيئتل كي يتمشى قليلا قبل أن يصدف رجلا بدأ وكأنه يرقص فاعتبره ثملا لذلك عبر إلى الجهة الأخرى من الطريق حتى يتفادى المرور بجانبه وأثناء ذلك أمكنه رؤية وجهه الذي تعلوه ابتسامة مخيفة في معينه تنظران إلى السماء قبل أن ينظر إلى كاتب القصة ثم يشرع في الحاق به استمرت المطاردة حتى نجح الكاتب في بلوغ منطقة مأهولة بالنهز حيث اختفى الرجل الضحك الأمر المخيف لا يتوقف هنا وإنما يتجوزه إلى وجود شهادات متعددة يزوم أصحابها مصادفتهم للشخص الذاته ومما يزيد من إمكانية كون القصة حقيقية هو نشرها في مجتمع خاص بالقصة الحقيقية فقط ضمن موقع ريديت في المرتبة الخامسة تجربة النوم الروسية هناك صياغ كثير لهذه القصة كل منها لها تفاصيلها المختلفة عن غيرها لكن لمن لم يسبق له أن سمع بها أو قرأها هذه أحداثها العامة إبان أربعينيات القرن الماضي أجر الاتحاد السوفيتي تجرب على مجموعة من السجناء عبر إبقائهم في غرف مخصصة وتعرضهم لمجموعة من الغازات الكفيلة بجعلهم بمظهر مخيف في غضون خمسة عشر يوما بمجرد مضي تسع أيام بدأ سجناء بصراخ معلنين رفضهم الخروج من غرفهم حتى بعد محاولات العلماء في الأيام التالية لم يستطعوا إخراجهم حتى تم تسجيل وفاتهم جميعا فما الذي رأوه وماذا حدث لهم؟ كل ما نعرفه حول أوصول هذه القصة أنها ظهرت سنة 2010 دون أدلة تدعم كونها حقيقية فما أرأوكم حولها؟ هل تعتقدون أنها حقيقية أو ممكنة؟ في المرتبة الرابعة تيد مستكشف الكهوف قبل 16 سنة قام تيد مستكشف الكهوف بنشر آخر موضوع له على مدونة الشخصية التي ينشر فيها عن كل مغامراته التي كانت آخرها في مغارات قريبة من منزله والاستكشاف يضطر أن يحدث حفرا في الصخر حتى يسهل عليها المرور ليبلغ أماكن لا يبدو أن غيره من البشر قد بلغوها وهنا يبدأ الجزء المخيف فآخر ما نشره ضمن تدوينته الأخيرة كانت إشارته إلى حساسه بوجود خطب ما وأن هناك من يراقبه كما أحس أيضا أن هناك من يتلاعب بالحبل الذي يستعمله لكنه رغم ذلك لم يقرر التوقف بل شدد على ضرورة رجوعه لاكتشاف المكان بشكل أفضل ومنذ ذلك الحين لم يضف شيئا لمدونته في المرتبة الثالثة متخلى عنه من طرف ديزني من الصعبة أكد من كون هذه القصة حقيقية لكن من الضروري إيرادها أحداثها تدور في قصر موكلي شمال كارولاينا والتي اعتقد أنه صمم ليكون نسخة عن المكان الذي عاشت فيه شخصية موكلي وبعد إعداد كل شيء من دكورات ومسارات خاصة بالجولات تم إيقاف كل شيء دون سابق إنذار أرسلت الإدارة الموظفين إلى بيوتهم ثم أغلقته دون أن تهدمه أو تخصصه لنشاط آخر أما عن القصة فهي عراجل قرر الدخول للقصر والبحث فيه عن ما يروي اهتمامه ولما بلغ غرفة مسمات الشخصية بريب وان وجد زي لشخصية يتحرك من تلقاء نفسه والأمر لا يتوقف عند هذا الحد لكننا لن نخبركم بالنهاية وإنما سنترك لكم مهمة البحث في المرتبة الثانية شريط المتربس الكرواتي القصة مبنية على شريط قيل أنه وجد في كرواتيا سنة 2005 يظهر فيه شابان وشخص مريب لن تتم إعادة رؤيتهما مرة أخرى حسب ما رفق القصة من مزعيم الشابان كان يصوران مقاطع في أماكن مختلفة من المدينة غير أنهما في كل مقطع يجدان أن الشخص المريب متوجد وكانه يلحق بهم وحتى بعد أن حاول التفاعل معه مرت لحظات قليلة ثم لم يعد لهما أثر لكن أهلة التصور لم تتوقف عن العمل وكأن الشخص المريب من أخذها منهما سواء كان المقطع بنهايته التي شكك فيها الكثيرون حقيقيا أو لها فالشابان يستحقان جائزة النظر لتمثيلهما المثقا وإن لم يكن مكان تواجدهما معروفا في المرتبة الأولى الرجل الطويل الرقيق تعود أصول هذه القصة لما نشرت في المتديهات منذ سنة 2009 اشتهرت هذه الشخصية بطولها الفارع ملبسها رسمي وملامحها المطموسة وهناك من يزيد على ذلك امتلاكها مجساة تخرج من ظهرها تخفيها متى تشاء وحسب القصة ذاتها فتوجد قربه كافي للإحساس بالمرض نازيب بالأنف رؤية الكوابيس والهلوسة أما عن أهدافه فهو يستهدف الأطفال بشكل أساسي وهذه السنة فقط ستتم محاكمة فتاتين بتهمة قتل طفل زعيمة أنهما قتلته لإنقاذ حياة أبويهما من سلندرمان الذي طالب بتضحية ولم تكن هذه الحالة الوحيدة من ناعها فهناك حالات أخرى عديدة مشابهة فالخوف من هذه الشخصية حاضر رغم أنها غير حقيقية هل سبق لكم أن سمعتم بقصص مشابهة؟ هل تعرفون أخرى أكثر إخافة منها؟ شاركونا أجوبتكم وقصصكم في تعليقات أسفل الفيديو ولا تنسوا تسجيل إعجابكم والالتحاق بقناتنا للمزيد من الفيديوهات المنوعة